السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أحبائي اليوم وفض الحلقة سنقدم لكم وصفة خاصة بالنسبة للناس الذين يعانون من نحافة المفرطة وغيرون يزيدون في الوزن لهم بشكل طبيعي هذه الوصفة اليوم أخواتي إخواني هي عبارة على مشروب بالنسبة للمكونات سنحتاجون حوالي 7 أطمرات معلقة كبيرة من العنب المجفف سنحتاجون 3 حبات من الموز أو البنان سنحتاجون 3 معالق كبار من الحليب بودرة ووجوج معالق كبار من العسل الناحل الطبيعي وسنحتاجون 3.5 ميناء الحليب السائل بالنسبة للطريقة تحضير هذه الوصفة أخواتي إخواني سنحتاجون 7 حبات من المناء التمر من بعد ما أحيدنا لهم الناوات ديالهم سنحتاجون مع الزبيب سنضفهم ونغطلهم شوية بالماء ونضعهم في الخلاط الكهربائي ونضيف عليهم البنان 3 حبات من المناء البنان سنقطعهم إلى دوائه برجسال الطاحن ديالهم نزيدوا لهذا المكونات ثلاثة المعالق من الحليب بودرة نضيف عليهم جوج معالق كبار من العسل الناحل الطبيعي وفي الأخير سنضيفوا على هذا المكونات كلهم لتر ونصف من الحليب السائل وسنطحنوا هذه المكونات والخلال الكهربائي حتى يطحنهم زيان وسنحصلوا على العصير ديالنا أو المشروب هذه كمياة اللي حصلنا عليها سنقسمها إلى ثلاثة المرات ثلاثة المرات في اليوم سنتناولوا من هذا المشروب بالنسبة لطريقة الاستعمال سنتناولوا كأس من بعد وجبة الفطور سنتناولوا كأس آخر من بعد وجبة الغداء وكأس آخر من بعد وجبة العشاء من بعد مرور غير 15 يوم من استعمالكم لهذا الوصفة أو شربكم لهذا المشروب سيبنون لكم نتائج الويناء بزاف هذه الوصفة هي فعالة بزاف وهذا المشروب ستكون تتبعوه لمدة شهر وبإذن الله ستعجوه من مشكلة النحافة هذا المشروب هو فعال بزاف وكيعطي نتائج ليه مزيانة وكما تشوفوا معايا المكونات اللي فيه طبيعية وصحية وهذا الوصفة هي وصفة عبارة على مشروب وصفة طبيعية وأمينة 100% وفعالة وغالي تزال لكم الوزن بإذن الله ما عليكم غير تتبعوا هذ الوصفة بهذه الطريقة لوريتكم نتكلم لكم شوية على الفوائد الموز أو البنان يحتوي الموز أو البنان على نسبة عالية من البوتسليوم يحتوي على كمية مزيانة من البروتين والألياف الغدائية يحتوي على مضادة الأكسادة وبالتالي هذ المواد المضادة للأكسادة كتقلل من خطر إسباب أمراض القلب والموز كيعرج الإمساك والإسهال حيث يحتوي على الألياف الغدائية اللي كتكون قابلة للدوبان وعلى البوتسليوم وهو غني بالسعورات الحرارية وغني بمضادة الأكسادة والفيتامينات والمعادن اللي كتكون ضرورية للجسمنا والبنان يوقي من المشاكل الهضمية بحذ الإمساك كما قلت لكم وكيقوي العظام كيحافظ على القلب وكيقوي جهاز المناعة وكيوقي من فقر الدم مهم أخواتي إخواني هذه الوصفة ديها اليوم كتمنى تكون لها الإيجاب ديالكم إلى عجباتكم ما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي ودعموني بالنسبة للأخوات اللي مازال ما تشاركوش كتمنى منهم يشاركو ما تنساوش فعلوا رجالس بشتواصلوا بكل ما هو جديد وإلى حلقة أخرى وإلى اللقاء